أهلا بكم مرة أخرى عزيزة مشاهدي نيجي لفقرة الكواليس النهاردة بلغوا رمضان أنهم مش مسافر رمضان كان جاهز لكن في خوف على رمضان وحرص عليه ودي تحسب هو راح بشانتته تحسب للجهاز الفني وتحسب لإقدارة الأهل أن أنت يعني وتحسب لرمضان كل واحد عمل اللي عليه رمضان راح بشانتته يلا الجهاز الفني لو في مخاطرة بلاش فطالما فيها سنة مخاطرة أنه يلعب هو عشان ماتش عصبي عشان ماتش عصبي وعشان برضه رمضان ما لعبش أي ماتش قابله يعني لو نزل أي ماتش قابله كان ممكن صح فيفك فبالتالي خلاص إنما الحفاظ على رمضان دي حاجة تحسب للجهاز بصراحة طيب عايزك تحسبني موضوع صارحة جمعة طيب هل هي الموضوع إن هو الرجل مش عايز يروح عشان ينتقل للنادي آخر عشان يبقى فيه كواليس في العقود يبقى فيه صغرة في العقود لا لا قصة الصغرات دي مش موجودة قابلي بس ما نخش فيه فضل هادرزفيلد النهاردة قالك هسوق رمضان بعشرة مليون وده كلام غير منطقي طبعا يعني أنا شايفوا كلام فيه تصريح للنادي الشاوي صعب جدا فيه تصريح للنادي الشاوي فيهذا التوقيت مش طبيعي الجم وفيه تصريح الجم لا بوس 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 أنا جيت هنا قلت لك إيه جيت قلت لك في حلقة إن رمضان بيجهاز له حاجة تليق بيه عارفها أنا عارف كويس وحاجة كويسة تبقى صفقة كبيرة جدا طبعا لكن مش بالمنظر ده ما هادرزفيلد يقول له عايزه وفي الآخر فيه عروب بتيجي لإيه لهادرزفيلد حاجتين هل رمضان خد القرار مية في المية إنه يكمل في النادي الأهلي أنا قدر أقول لك إنه هو في طريقه لاتخاذ هذا القرار تمام في طريقه لاتخاذ هذا القرار أيو ماشي منتبه أيوة ده ملأ ما أنت النهاردة هادرزفيلد لما ييجي هادرزفيلد عارف إن فريق عايز محتاج للعيب ده وعايزه بأي تمن حلو جدا أعلي بقى أعلي لكن حاجتين أعلي لإنه بيبقى قدامك عارض جاي من حد تاني وعارض جاي من الأهلي طيب مين هيفكر أكيد اللعيب كويس وهتجيله عروض طيب بترجع لللاعب بتقول له أنا عندي العروض كذا هتعمل إيه هنا اللاعب بيبقى ورقة مهمة جدا في التفاوض ولو رغبة اللاعب زي ما قلتلك في الأيام الجاية راحت في الاتجاه ده هتسهل كتير لكن هادرزفيلد بيلعبها واضحة وهي واضحة أنها ملعوبة من بدري كده أنه يعني بيعلي جيم ويسخن جيم في هذا التوقع أيها أنت بتعلي 3 مليون وخلي بالك بقى أو أنت بتعلي 3 جنيه بس هي فيها ميزة حلوة فيها ميزة حلوة لا لا فيها ميزة حلوة ايه